موسيقى مساء الخير عزائر المشاهدين أرحب بكم في عين الحدث وليلة نتابع معكم تقاريرنا حول القمة العربية ولكن الليلة نتحدث بعمق حول التعليم وأهمية التعليم في العالم العربي أين وصل التعليم في العالم العربي وأين وصلنا نحن في الأردن بهذا المكان وبهذه المسافة من التعليم في العالم العربي أين نحن نتجه اليوم في التعليم في العالم العربي ما هو مستوى التعليم وهل ننافس الغرب في هذا المجال هناك أسئلة كثيرة مع ضيوفنا في هذه الحلقة ونستضيف الليلة الدكتور يعقوب ناصر الدين مساء الخير دكتور مساء الخير الله يسلام دكتور يعقوب أمين عام مجلس حوكمة الجامعات العربية أيضا نستضيف الدكتور إبراهيم بدران أهلا وسائلنا فيك دكتور ودكتور إبراهيم أنت من مؤسسي الجامعات الأردنية أنت أيضا مفكر ومحلس سياسي كل الاحترام لك عزائل المشاهدين العالم العربي الآن يتجه في مساحات كثيرة وفي مجالات كثيرة نتطور في مجالات ونتراجع في مجالات أين نحن اليوم في مجال التعليم وأين وصلنا في مجال التعليم وهل ننافس الغرب وهل ننافس الجامعات الغربية وأين الأردن في مجال التعليم من الجامعات العربية ونبدأ أيضا مع الدكتور يعقوب لنتحدث قليلا حول ماذا حدث في القمة العربية هل تم مخاطبة الشأن الجامعي وشأن التعليم هل تم يعني إعطاء مساحة في المؤتمر قمة العربية للتعليم شكراً ابتداءاً لهذه الاستضافة ولاختيار هذا الموضوع الاستراتيجي اللي بطبيعة الحال بأثر على أي أمة وإلو علاقة في نهضة أي أمة مهما كان وضعها بطبيعة الحال المؤتمر ولأول مرة أنا يعني حسب متابعاتي يعني صلحني معالي الدكتور إبراهيم أن يطرق التعليم بهاي الكيفية في مؤتمر القمة العربي وطرق وكلفت الأمان العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة هذه التوصية بالذات وهذا بطبيعة الحال يعني أنا بعتقد أنه اختراق كبير جداً يعني فعلوا القادة والزعماء العرب في هذا المجال أنا من وجهة نظري هذه من أهم المواضيع اللي طرحت لما لها من أهمية بطبيعة الحال سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية وتنموية من جميع النواحي طيب أين المؤتمر؟ أين دور الحوكمة يا دكتور؟ هل تعتقد أنه بصراحة نحكي هل تعتقد أنه الآن دخول موضوع الحوكمة على المنطقة؟ هل له تأثير حقيقي في أن يدفع القمة العربية في الحضار؟ يعني هذا الحكي بيقودنا لموضوع مهم أنه في الدورة السبعة وأربعين التي عقدت في أردن في جامعة الشرق الأوسط جامعة الشرق الأوسط طرحت فكرة إنشاء مجلس عربي لحوكمة الجامعات وطبيعة الحال أقرت الفكرة وتم التصديق عليها في المؤتمر الدوري الثامن والأربعين بعقد في لبنان في جامعة القديس يوسف وتم تشكيل مجلس حوكمة من 11 رئيس جامعة بالإضافة تم اختياري أنا أمين عام لهذا المجلس من أجل بحث إمكانية إعداد دليل لحوكمة الجامعات العربية وكان مبررات إنشاء هذا المجلس اللي هو سؤالك اللي افتتحت فيها هاي الحلقة عن واقع التعليم العربي وواقع التعليم العربي يعني بصراحة بده إعادة نظر متردي وبده وقفة جادة أو بلاش متردي جدا يعني متردي يعني كل ما هناك أنه أنت جريء آه أنا متردي تمام؟ يعني تخيل أنه أول جامعة آه بالعالم وجدت هي جامعة القرويين وآخرين بقولوا جامعة القديس يوسف في لبنان نعم نعم جامعة القديس يوسف على أساس هي كانت كنيسة وبالتالي كانت الدرس لكن أعلنت كجامعة آه في وقت آه يعني متأخر قليلا لكن اللي ثابت أنه جامعة القرويين هي أول جامعة بسست في العالم ومن أول ألف جامعة في العالم لا ترى اسم جامعة عربية من المحيط للخليج صار والجامعات اللي موجودة حاليا في الوطن العربي أنا بأعتقد حوالي ثمانمية وخمسين جامعة اللي يعني منضمين لاتحاد الجامعات العربية واللي استوفوا يعني شروط الانضمام حوالي ثلاثمية واربعين جامعة وهذا أيضا سؤال كبير نعم نعم إذن هناك أزمة حقيقية نعيشها في العالم العربي اليوم أزمة التراجع في التعليم ما هو الدور القمة العربية باعتقاده كما تفضل الدكتور يعقوب أنه هذا الموضوع طرح بقوة بالقمة العربية ولكن ماذا عن تطبيقات وأساليب تطوير هذا التعليم ماذا عن مراجعة النفس زي ما يحكي كيف ممكن أنه إحنا نعيد صناعة التعليم في العالم العربي هناك أسئلة كثيرة نعم يعني شكرا دكتور وصعيد أن نكون بصحبة عزيزنا الدكتور يعقوب حينما يتناول مؤتمر القمة موضوع التعليم في هذه الظروف التي هي ظروف حرجة وظروف تراجع وظروف خطر وظروف انحلال لدول فمعنى ذلك أن التعليم هو من الأهمية بحيث أنه يقرر مصير المنطقة العربية هذه أهمية أن يتناول المؤتمر موضوع التعليم لأنه تناول كبرى القضايا سواء كنا نتكلم عن القضية الفلسطينية أو كنا نتكلم عن الإرهاب أو التدخل الدولي وكان التعليم من ضمن حاضرا التعليم والديمقراطية وحقوق الإنسان وهذا يعني أن التعليم هو ركن أساسي من بقاء الأمم ومن بقاء الدول وهو مقياس للأمن القومي أيضا وهو مقياس للأمن القومي وهو آلة التحرك إلى الأمام هي التعليم ونحن نلاحظ أن جميع الدول التي تقدمت وتحولت من دول نامية أو دول متخلفة إلى دول متقدمة كان إصلاح التعليم فيها رقم واحد سواء كنا نتكلم عن كوريا نتكلم عن ماليزيا نتكلم عن سنغافورة نتكلم عن فنلندا جميع هذه الدول طورت من التعليم التعليم ما هو؟ التعليم هو تطوير التعليم ليس تناول قطعة من هنا وقطعة من هناك التعليم لا يتغير ولا يتطور إلا إذا كان برنامج وطني شامل برنامج دولة تتولاه الدولة وتؤمن به الدولة وتعمل على تطبيقه الدولة لا يتغير بتغير حكومة لا يتغير بتغير وزارة أو وزير في فنلندا وضعوا طلب دخلت برنامج التعليم إلى البرلمان لكي يقره ويصدر على شكل قانون غير قابل للإيقاف وغير قابل للتغيير وبالتالي ما هو المطلوب الآن أن تنظر كل دولة عربية الآن لا يوجد ما يسمى التعليم العربي لأنك تتحدث عن 22 دولة كل دولة لها نظامها ولها جامعاتها وإنما أهمية القرار هو أنه رسالة إلى كل دولة عربية أنه لا بد من مراجعة التعليم وتطوير التعليم سواء التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي إذا أخذنا إلى مؤشرات التعليم في العالم والآن نحن نعيش في عصر الرقم كل شيء له مقياس مؤشر التعليم ما يسمى الـ Education Index مؤشر التعليم في المنطقة العربية يصل إلى خمسة من عشرة أو أقل وهذا يعني أن التعليم في المنطقة العربية هو دون المتوسط العالمي إذا أخذت مجموعة الدول العربية طبعا هناك استثناء قليل أو هنا أو هناك ولكنه بالمتوسط قريب من الخمسة وهذا يعني أن حينما يكون التعليم مؤشر التعليم في حدود الخمسة معنى ذلك أنه لا يعمل كآلة للتطوير وكآلة للتغيير ولهذا وهذا يتفق مع التقرير الذي أصدره البنك الدولي قبل سبع سنوات والذي أشار فيه إلى أن التعليم في المنطقة العربية ككل يتراجع وإن كان التعليم في الأردن وفي الكويت هو في المقدمة للبلاد العربية أما مقارنة التعليم في الدول المتقدمة في أوروبا ومنافسة أوروبا في التعليم فهذا حقيقة يعني يعني رح نيجي حاب أنا يعني تناول هذا الموضوع لاحقا نعم وأود أن أشير أنه تقارير بنك الدولي ونينسكو تشير دكتور على أنه الأمريكا وكندا تنفق 5.5% من ناتج قومي بينما الدول العربية تنفق 5.8% من الناتج القومي بمعنى أنه هناك حجم إنفاق أكثر على التعليم بالعالم العربي من أمريكا وكندا وحتى في المغرب والجزائر هناك إنفاق كبير جدا على التعليم إذن لو أخذنا بعين اعتبار هذه الأرقام يعني لماذا لماذا نواجه أزمة التعليم اليوم باعتقادك يعني وأنت الآن أصبحت أمين عام مجلس حوكمة الجامعات وأنت بدأت بصراحة بحيرات مهم جدا في تطوير التعليم سيدي زي ما أتفضل معالي الدكتور الأصل أنه يكون فيه قرار على مستوى الدولة نعم مش على مستوى الأشخاص وما يكون العمل بهذا الموضوع مبني على فعل ورد فعل أول شيء بدك تعمل سوات أناليسيس تحرير رباعي لواقع التعليم في أي دولة تاخد نقاط القوة اللي فيه ده لابد اللي يكون فيه نقاط قوة نقاط الضعف الفرص تهديدات تحديات ويشترك في هذا الموضوع كل أصحاب المصالح اللي نبعد عن الشخصنا نبعد عن وجهة النظر الواحدة نبعد والأخذ برأي أصحاب المصالح هو مبدأ من المبادئ الأساسية للحوكمة اللي هو مبدأ المشارك عندما يشارك كل أصحاب المصالح إذا بنحكي عن فرضنا التعليم المدرسي الطالب صاحب مصلحة أولياء الأمور أصحاب مصلحة المدرس صاحب مصلحة المدرسة ككيان صاحبة مصلحة متلقي الطالب اللي هي الجامعة صاحب مصلحة أو الطالب اللي بدي يخرج من المدرسة مباشرة إلى العمل كمان أصحاب الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات أصحابين مصلحة زائد الدولة صاحبة مصلحة هي أيضا ستيك هو كرؤية للدولة وين هي بدها تروح نفس الإشي بينطبق على الجامعات هل يجب أن يكون أيضا قرار على مستوى الدولة ويدلي بدلوا مجلس النواب يدلوا كل الجهات المعنية حتى يصبح قانون يعني بالمناسبة احنا بنحكي هلأ عن الجامعات احنا من 2005 إلى الآن تغير القانون يا ثلاثة يا أربع مرات نعم وسبب تغيير القانون الجامعات الأردنية إنه أصحاب المصالح لم يشتركوا فيه أيوه إنه كانت وجهة نظر شخص أنا بدأ أعدل هذا البند هلأ يعني عشان نكون صريحين وشفافين لأنه بنحكي عن حاكمية هو ممكن إنه يسأل بس ما بيأخدش برأيه أحد بس فقط من شان تسأل من باب المجاملة من باب المجاملة لكن بالنتيجة يعني أكبر دليل إنه ما سأل وما تيقن وما استشار وأخد برأيه أصحاب المصالح إنه أحد القانون بيتغير معناته لما بحطوه القانون موضع التنفيذ بلاقوه غير قابل للتنفيذ و أنا بحب أقول لك في كذا بند في القانون غير قابل للتنفيذ وللآن بقول لك غير قابل للتنفيذ هذا الحكي شو بيعمل بيعمل المشاكل كل واحد بدي يفسر القانون كما يشاء مثل ما هو بفهم تحب نأخذ مثال مثلا هيك مشان يعني الحوار كمثال مثلا يعني في أمثلة كثيرة بس أنا مش حابب يعني لأنه القانون حاليا معروض مرة أخرى يعني على بس أنت تتحدث عن ضرورة المشاركة في صناعة ضرورة المشاركة لأصحاب المصالح مش أي مشاركة يا دكتور حتى بالجامعات في أصحاب مصالح طبعا وفيه استثمارات وفيه استثمارات حتى الحكومة لما هي بيكون فيه لجامعات ما هذا استثمار من قبل الحكومة يعني الناس مرات يبتفهم الاستثمار يعني فقط الخاص حتى الحكومة لما بيتحط مئات الملايين في الجامعات الحكومية هي بدها أيضا تاخذ نتيجة لكن نتيجة الحكومة إنه هي بدها تاخذ خرجين مناسبين خرجين مؤهلين خرجين قادرين على دعم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تحت البلد يعني دكتور أنت أشرت إلى خصة مهمة جدا أنه هناك تخبط في صناعة القرارات القرارات الإدارية وتخبط في وما فيش استقرار تشريعات عدم استقرار التشريعات نعم ولكن أيضا هناك ما فيش حالة تشاركية ما بين نفس الجامعات وهذا ما ذكره الدكتور يعقوب أنه لابد من أن يكون هناك عمل تشاركي كفريق كيف يمكن لنا أن نحقق هذا الشيء يعني مسألة تشبيك أصحاب المصالح كما ذكر الدكتور يعقوب هي مسألة بالغة الأهمية وأساسية وأساسية ولا يوجد عمل تعليمي منعزل قائم بذاته كل جامعة منفصلة وكل مدرسة منفصلة وكل هيئة تعليمية منفصلة وإنما لابد من التشبيك والتداخل ولابد من تشبيك قطاع التعليم مع القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء القطاع الزراعي الصناعي السياحي كل ما له علاقة بنشاط المجتمع لابد أن يكون هناك تشبيك وبذلك يمكن لقطاع التعليم أن يرفض هذه القطاعات ويرفع من مستواها ويساعد في حل مشكلاتها كما أن الخبرة العملية التي تتأتى عن هذا التشبيك ترفع من مستوى المدرسين والمعلمين والأساتذة حتى يصبحوا أكثر قدرة على التطور وأكثر قدرة على العطاء أود أن أشير إلى الأرقام التي ذكرتها جنابك ذكرت أن في أمريكا ينفقون 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي وأيضا في البلاد العربية ونحن ننفق 5.8% دخل الفرد في الولايات المتحدة 60 ألف دولار أنا عرفت أن تشكني ألت دخل الفرد في الأردن 5000 دولار وبالتالي الخمسة وتمانية من عشرة تعمل 300 دولار وهناك الخمسة ونص تعمل 3000 دولار ما ينفق على الطالب في التعليم الأساسي في الولايات المتحدة يصل إلى 12 ألف دولار في السنة وفي بعض الولايات 15 ألف دولار وما ينفق على الطالب في التعليم الأساسي لدينا ونحن أفضل من كثير من الدول العربية 750 دولار إذن حينما قلنا وحينما مؤتمر القمة أشار إلى التعليم جزء من متطلبات تطوير التعليم هو زيادة الإنفاق على التعليم لا تستطيع أن تنافس أن تأخذ تعليما أساسيا أو مهنيا أو جامعيا ينافس ما موجود في أوروبا إذا كنت لا تنفق ما يكفي لرفع هذه المنافسة إلى رفع التعليم إلى مستوى المنافسة وبالتالي علينا أن ننظر إلى الموضوع أن الإنفاق على التعليم هو استثمار اقتصادي اجتماعي طويل الأمد هذا يعيدنا إلى النقطة التي ذكرها الدكتور يعقوب أنه لا بد من أن يشترك الجميع جميع القطاعات جميع المؤسسات التعليمية أن تنظر إلى التعليم مشروع دولة يجب أن يعمل الجميع على تطويره والارتفاع به فيما يتعلق باستقرار التشريعات طبعا هذه نقطة بالغة الأهمية لأن لا تستطيع أي مؤسسة تعليمية أن تعمل في إطار من عدم الاستقرار خاصة وأن الإدارة الحكومية لدينا تتدخل في الشؤون الإدارية لمؤسسات التعليم أكثر مما ينبئي أنت ليس لك مصلحة كدولة أو علاقة كدولة أن يكون عدد أعضاء مجلس أمناء الجامعة 12 أو 15 هذه جامعة خاصة جامعة رسمية أترك للمؤسسة أن تتجه نحو الحاكمية الرشيدة وأن تتجه نحو النوعية الجيدة وهي تقرر أن يكون مجلس الأمناء عدد 10 أو 15 وبالتالي انخراط أو دخول الإدارة الحكومية في الإدارة المؤسسية للتعليم هذا لا يفيد كثيرا هذا ما تفضلت فيه دكتور هو جزء من المشكلة الأساسية وهناك مشاكل أخرى على سبيل المثال هناك الآن تخبط في القرارات وتعاني الجامعات الخاصة من هذه التخبط الآن فجأة بدأت تعاني الجامعات الخاصة من أعداد الطلبة لأنه صار فيه احتواء لأعداد الطلبة كله بجامعات حكومية وصار فيه ترصيص وأصبح هناك أعداد خرافية وخيالية من طلاب الجامعات هيئة الاعتماد ومجلس الاعتماد للتعليم العالي وهيئة الاعتماد مش عم يأخذوا بعين الاعتبار حجم الاستثمارات في التعليم الخاص وأيضا مش عم يأخذوا فيه التطور النوعي اللي صار بالتعليم الخاص وكيف ممكن عمل مقارنة ما بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة وما هي الأسس الممكن يعتمدوها هذا التخبط دكتور كيف أنتم كجامعات خاصة تستطيعوا أن تخرجوا من هذه المآزق اللي هي أصبحت أزمات حقيقية أنا الحقيقة بدي إذا تسمح لي طبعا تفضلوا يعني حوار مفتوح أنا بدي أكمل على موضوع البحث العلمي في عنا في الوطن العربي مشكلة كبيرة في البحث العلمي للأسف أنا مسمعتش واحد حكي فيها لغاية الآن هي ليس موضوعنا تخصيص مبالغ طب خصصنا مبالغ ثم ماذا؟ كل جامعة مخصصة بايلو بالقانون خمسة في المية وإنت السادق دكتور ثلاثة للبحث العلمي واثنين في المية للإبتعاد ثلاثة بالمية الثلاثة بالمية أنت بتحكي كل جامعة بالمتوسط العام مفروض تصرف مليونين دينار بالسنة على البحث العلمي طب خلينا نعمل مسح نشوف شو إحنا عنا بالأردن تلاتين جامعة يعني في عنا تلاتين في اتنين ستين مع الجامعات الكبيرة بتحكي عن مية مليون دينار بتخصصوا في الأردن للبحث العلمي هذا يخصص من موازنات الجامعة ديشباري هل سجلنا اختراع خلال العشرين سنة الماضية؟ هل عملنا أي اختراق علمي؟ عنا مشكلة يا دكتور طب أين الخلل دكتور؟ خدمة نعم نعم تمام؟ ومش المؤمن الجامعات اللي بتصرف مئات الملايين على الاختراعات وعلى التطوير وعلى 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 هذا بجيها فند من المجتمع اللي موجودة فيه خليلي جامعة واحدة تقول انه أجاها فند من مصنع في الأردن أو من شركة تأمين أو من بنك اللي يطوروا الخدمات المصرفية على سبيل المثال يعني يطوروا منتجات مصرفية بالصناعة بأي مجال من المجالات اللي موجودة في الأردن هل القطاعات الاقتصادية عمالها بتتعاون مع الجامعات؟ هل الباحثين في الجامعات عم بيتناولوا مواضيع تهم المجتمع اللي هي موجودة فيها؟ الأبحاث الموجودة هي أبحاث لغاية الترقية وانت يا دكتور عضو هاي التدريج وعميد في جامعة وبتعرف ان انا بحكي صح ما عملنا احنا نرجع للكلام اللي تفضل فيه معالي الأخ العزيز بدأ قرار دولة مش قرار أشخاص احنا مشكلتنا بقرار الأشخاص احنا مشكلتنا بقرار الأشخاص وممنوع تقول لهذا الشخص انت غلطان تمام؟ لازم يكون هناك قرار من الدولة هي اللي تتبنى هذا الموضوع وزي ما تفضل يمأسس على أعلى مستوى ونكون صريحين ونكون صادقين ما نظلنا نقول بحث علمي عنا مشكلة موجودة في الجامعات عنا موجودة مشكلة موجودة بالقطاعات وما في ميرجنج وما في مين يقول يا غرف الصناع ألا احنا بنعمل خطة دراسية للجامعات وانت عميد وانت عميد كلية مهمة جدا كلية عمارة تمام؟ قاعدين احنا بنروح لرقابة المهندسين ونسألهم كيف بدكم الخطة الدراسية؟ ما عملنا بنسألهم واذا وجد سؤال بيكون سؤال إجرائي حطوا هاي المادة قبل هاي المادة ضمنوا هاي المادة هذا الموضوع لكن لا يوجد شراكة حقيقية ما بين الجامعات والجهات التي تستقبل مخرجات الجامعات دكتور الآن الأوان اذا بدك نحكي في شيء يهم الوطن الأردن الغالي ويهم الوطن العربي ككل لازم نحكي بشفافية ولازم نحكي بصدق ولازم نحكي بأمانة لأنه هذا موضوع مش سياسي اللي احنا يعني نقول في توازنات وفي مش شغلنا فيه هذا موضوع له علاقة في بناء الإنسان وفي بناء المجتمع مع بعض اللي يجب أن نبعد احنا بنحكي اليوم جلستنا موضوع حاكمية الحاكمية يعني مشاركة يعني مساءلة يعني شفافية ويعني اللي بيخطئ لازم يتعاقب اليوم احنا بنعرف دخل رئيس جامعة طلع رئيس جامعة دخل وزير طلع وزير دخل عميد طلع عميد طب يا عمي خلينا نقول هذا رئيس الجامعة انجز وخلينا نقول هذا ما انجز ولازم نقول ما انجز انت تعالي بي احنا بندخل ونطلع ونتحرك بطريقة هلامية ما في مساءلة اليوم يا سيدي بتحكوا انتوا عن تراجع التعليم بالوطن العربي واحنا جزء من الوطن العربي طب تعالوا نحاسب حالنا لماذا لماذا ومين اللي سوههه وعلي اساس ومن beta ومين اللي اخدهاٰ القرار ومين الاخدهاZ القرار ومين اللي اخدها scoutZ هذا القرار من موجودين أصلا هم موجودين طب لماذا لايتم محاسبتهم او بلش محاسبتهم لماذا لايتم احنا دورنا كمجلس عربي ان نطالب بالمحاسبة ان نطالب بالمشاركة بس احدنا مسلطة تنفيذية احنا ناس منركز وانا مش بحكي كيعوق ناصر الدين إحنا مجلس مكون من 11 رئيس جامعة وال11 رئيس جامعة يتبعوا 340 جامعة مش هذا يعني وجهة نظري الشخصية هذه وجهة نظر عامة في متأمد علي فآن الأوان أن نفعل الحوكمة بالمناسبة المنظمة العربية للتنمية الإدارية عقدت اجتماعها السنوي بشهر 12 ودولنا رسالة لمجلس حوكمة الجامعات إنه إذا نرغب إنكم تشاركوا معنا وروحنا شاركنا ووجدنا طبعا أعضاء من كل الدول العربية موجودين وكلفوا هذا المجلس لإعداد دليل لحوكمة التدريب والتنمية في عندك مشكلة يا دكتور غير التعليم في عندك مشكلة التدريب اللي إحنا السائبة لا فيه لها قانون ينظمها ولا لها معايير اليوم بيجيك أي واحد بقول لك أنا مدرب بقول لك أنا مدرب حتى المدرب هذا إنسان لازم يكون ومرخص ومراقب وإن شاء الله بيصدر هذا الدليل في أقرب وقت منك كلام هام جدا دكتور عزاني مشاهدين نأخذ فاصل قصير ونعود ابقوا معنا